لو حطتك في عقل روي فيتوريا وحاولت تتقرب له شوية ليه بيفكر بكهرباء أساسي ولو كهرباء أساسي في مباراة ما لاهو ممكن يبقى على حساب مين طيب خلينا نتفق على حاجة بكهرباء هيبقى ليه دور مع فيتوريا وليه دور في المباراة الأولى أو الثانية أو الاثنين دور دور مش معناه أساسي ولا بديل دور هيبقى موجود وياخد دقايق سواء من البداية أو في الشوت الثاني ده رقم واحد رقم اتنين الراجل في كل مباراة اللي لايبها أين كان المستوى التنافسي عنده سلاسي ثابت مش سلاسي قوي لأنه يتفرق كتير قبل ما نشتغل على دي أنا عايز يعني هرد عليك الأول في قصة كهرباء وبعدين هروح ليه إحنا كنا فين وبقينا فين والتشكيل وتغيير الجلد الكامل لأنه كان فيه ظروف إصابات مع كابتن إيهاب جلال وغيره هقولك ناس نسيت التصفيد دي كانت من فترة طويلة بس هرجعك لتشكيل تشكيلنا في المباراة اللي ابناهم سواء غينية مع كابتن إيهاب جلال أو أثيوبيا في أثيوبيا اللي اتغلبناها 2-0 لكن هروح أرجع لك تاني ليه نقطة كهرباء كهرباء لعيب بالنسبة لفيتوريا كهرباء فيتوريا بيحب اللعيب اللي بيتحرك كتير ولما نجي نشرح هو عمل إيه في المباراة سواء في المباراة بلجيكا هتلاقي سويتشات طول الوقت تريزيجي شوية يمين وشوية شمال حمد صلاح شوية فتح الملعب وشوية بينزل إنسايد مصطفى محمد بينزل إيه سحب معال سنتر باك زي الجول اللي جابه تريزيجي فيه بلجيكا وانا اشرحه تفصيليا فكل ده الراجل عايد الثلاثي أو الرباة الأمام يتحركوا كتير مين اللي رأس مهله التحركات ومين اللي مميز جدا وبيعمل كل الأسبكت بتاعة الأربع المحاور اللي عشان أقول ده بيحرك مثالي بيعملهم محمول عبد المنام كهرباء فعشان كده هو خطف عينه منذ مباراة سموحة في قبل نهائي بتور الكاس مصر وكان حاضر فيتوريا في الملعب من وقتها قرر يتابع كهرباء ويدمه لمنتخب مصر فعشان كده هي دي الأسباب اللي الراجل رايح لإن كهرباء يبقى لي دور سواء اعتمد على الثلاثي كما هما والثلاثة بتاعة وسط الملعب طبعا إمام عشور بالنسباله ورقة مهمة جدا واعتمد عليه بشكل كبير اتنين طريق حمد إنه لعيب مركز ستة ده السابت ولا يبقى موجود اعتماده على حمدي أو محمود حمادة واحد من الاثنين هيكون موجود فتلاقي إنه فكرة الأربعة تلاتة تلاتة بتروح أكتر لإنه كهرباء يكون موجود من على البنش إلا إذا كان ليه حسابات أخرى في تواجد مصطفى محمد فهو لو هيبقى فيه تغييرة أعتقد إنه هيبقى مصطفى هو اللي مش موجود لكن طبعا الراجل عنده قناعة كبيرة جدا بمصطفى واعتمد عليه في كل المباراة